تكشف بيانات رسمية وغير رسمية عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في العراق إلى مصويات غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود وذلك على الرغم من ثروة البلاد النفطية الضخمة التي لم تسهم في تحسين مصوى معيشة العراقيين نتيجة الفساد وسوء الإدارة ونقص الخدمات الأساسية بحسب مراقبين آخر الأحصاءات الصادر عن البنك الدولي تشير إلى أن مصوى البطالة في العراق اليوم يعد هو المعدل الأعلى منذ عام 1991 ما ينظر بتفاقم حالة الصغط الشعبي حيث يشير البنك الدولي إلى أن ثلاثة عشر مليون عراقي يكسبون يوميا أقل من دولارين وأن الفقر في العراق وفقا لوزارة التخطيط الحالية بلغ خمسة وعشرين بالمئة إلا أن تقارير أخرى تشير إلى أن نسبة الفقر في العراق تخترب من ثلاثين بالمئة كما تخطت البطالة خمسة وعشرين بالمئة أما وكالة التصنيف فليتي ماني فيتش فأفادت بأن ثلاثة دول عربية بينها العراق ارتفعت فيها البطالة مع دخول جائحة كورونا التي فاقمت الأوضاع يأتي هذا في وقت يزداد تعداد سكان سنويا بما يتراوح بين ثمانمائة وخمسين ألفا إلى مليون شخص سنويا لتعلن الأمم المتحدة أن العراق سيواجه أزمة خانقة بسبب الزياد نسب الفقر والبطالة فيه تزامن ذلك مع تخطي عدد سكان العراق الأربعين مليون نسمة وفقا لإحصائية وزارة التخطيط الحالية ويثير الارتفاع المتزايد بعدد سكان العراق مخاوف عديدة تلقي بظلالها على مستقبل البلاد في ظل تراكم الأزمات العديدة التي تفقل كاهل الدولة وسط تخوفات وتحذيرات مما سيتمخض عنه من هذا الارتفاع في عدد سكان في البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية الحكومة الحالية من جانبها اكتفت بالتحذير من ارتفاع عدد السكان في العراق إلى ثمانين مليون نسمة في عام الفين وخمسين مشيرة إلى أن البيانات تشير إلى أن واردات النفط المالية ستنخفض بحلول عام الفين وثلاثين لجهة انخفاض الطلب عليه بعد تحول العالم إلى الطاقة الكهربائية البديلة يأتي هذا في وقت يتهم ما فيه مراقبون الحكومة الحالية بأنها هي السبب الرئيس لتفشي الفقر والبطالة في البلاد بسبب استشراء الفساد فيها وتغول الميليشيات والأحزاب داخلها وبسبب سوء المعالجات الاقتصادية الحكومية ومنها خفض قيمة الدينار العراقي ترجمة نانسي قنقر